وعندي خمس حاجات قبل كده اتكلمنا عنه بيساعدوا الانسان عشان يخرج اجمل ما فيه ويزيح اسوأ ما فيه ان الحسنات يزيبنا السيئات خمس حاجات خمسة جيم خمسة جيم الجيم الاولانية الجدوى لما تيجي تعمل اي حاجة ما تعملش حاجة غير وليها جدوى اهمية وليها ثمرة وليها غاية وليها هدف اذا تعودت تعمل الحاجة وهي ليها غاية وليها هدف يبقى انت في حالة مرضية مش هتكون في ورطة حاجة تانية ما تعملش حاجة غير وانت جاد فيها الجدية يبقى اول حاجة كانت الجدوى تاني حاجة الجدية لازم لما تيجي تعمل حاجة عملها بجدية ما تعملهاش وانت متهاون ولا انت كسول ولا انت وفي حالة نوع من انواع فقد الهمة لكن اعملها بجدية حاجة التالتة ما تعملش حاجة الا بجدارة تكون عندك جدارة يعني ايه جدارة؟ يعني انت عندك مهارة وقدرة ان انت تعملها لان قيمة المرء بما يحسنه قيمة المرء بما ايه؟ بما يحسنه رابع حاجة ما تعملش حاجة الا ايه جدارة متى؟ متى رأيت مضامين الاشياء يعني الاشياء اللي فيه داخل اي حاجة اللي بتضمنها البقاء انت كده عارف ايه اللي بتحمله هذه الاشياء لتضمن بقاءها اخر حاجة الجمال ان الحاجة اللي بتعملها لازم يكون فيها جمال لان ان الله كتب الاحسان على كل شيء يبقى الخمسة جيم دول اول حاجة الجدوة تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجدارة رابع حاجة الجودة خامس حاجة الجمال الخمسة دول خمس معايير دول والخمس حاجات دي انت لو عملتهم هيخرجوا احسن ما فيك وساعتها مش هتحتاج للكتب عشان تعمل سمعة لان ساعتها هتكون انسان صادق وكرمتك مصونة وحفظ الكرامة للاخرين فده فرض على كل واحد فينا لازم احفظ كرامة غيري يعني مش انا احفظ كرامتي انا بس لا احفظ كرامة غيري فسمعة الناس وكرمتي الناس والحفاظ على عرضهم جزء من الحفاظ على كرمتي فكرمتهم مصونة لان الله سبحانه تعالى قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَدْتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول يقول في اعلان واضح لكل الناس كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه يعني سمعته مصانة محدش ينتهك سمعت حد ولا يتعد عليها مهما كان وذلك الشريعة كان من اهم من مقاصدها الخمسة مقصد حفظ العرض والكرامة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهادي او من سلم الناس من لسانه وهادي لكن في الايام الاخيرة مجدبش عليكم هو ايه اللي خلاني اختارت الجليس ده ان في الايام الاخيرة حصل ان الناس زاد عندهم كدا الجرأة على الفجور والجرأة على الاستهانة باعراض الناس ويبقوا يستخدموا البهتان زي ما بيستخدموا مياه الشرب فبقى التعدي على اعراض ياخد اشكال مختلفة وتشويه السمع بيمارس كأنه نوع من انواع التسليه وعشان كده بنشوف ده في ساحات الاساءة للناس والاضرار بسمعتهم على السوشيال ميديا سواء بالتراشق بالالفاظ او اتهام الناس والحكم على نواياهم اقول لكم حاجة من اكتر الحياة اللي انا شفتها ان بقينا نشوف بعض الاشخاص في حياتنا واحنا عارفين ان هو سينال من سمعة بعض الناس وبقى ده شيء عادي عندنا شيء ما يحتاجش ان كلنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نمنع هذا السلوك وهذه الصغيرة شديدة السوق وكان السوشيال ميديا خلاص بقت ساحة للاغتيال المعنوي ما بين الشخصين او ما بين الفرقتين يعني انا ساعد ما بقاش حابب ان انا اقول الامثلة بس هو يرضي ربنا ان الناس عشان لعبة معينة يخودوا في صمعة بعض وفي اعراض بعض بهذه السورة اللي ما ترضيش ربنا وفيين الحكمة وفيين العقل فيين الخوف من الله ايه اللي يخلينا احنا نقبل ان احنا نبقى مشاهدين لده ويمكن مشاهداتنا دي هي نوع من انواع المشاركة في هذا الاغتيال المعنوي لبعض الناس من غير ما ندور على ايه الدور الحقيقي لدرجة ان بعضنا يساهم في نشر ده وفي تأجيجه وينسوا ان ربنا سبحانه وتعالى امرهم يا ايواء الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة طب ويا الا يصل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في الدنيا قبل الاخرة اقول لكم بشكل من اشكال الندم اللي بنندموا في الدنيا قبل الاخرة مين بيثق في مين دلوقتي ما كل تم الخوض في صمعته ودم الخوض في كمان في عرضه فمين اللي هيثق فيه انا مش بقول الكل المبالغة لكن لما في ناس دايرتهم هي دي فالناس الدايرة دي كلهم اتكلموا في بعض طب وبعدين عايشي ازاي الانسان دا فاحنا خلينا فرصة واحد ان هو يعيش حياة مستقرة اقل حاجة ان هو بيحس ان حياته كلها مليئة بالاكاذيب ففيه ناس بتظن اللي زود البلاء دا ان فيه ناس بتظن ان الكلمة دي حاجة هينا يعني وايه اللي حاصل وهذا الكلام كلام مش حقيقي لان الكلمة ان الرجل لا يتكلم بالكلمة الكلمة وشوف تجد احاديث كتيرة الحضرة النبي يتكلم باللفز الجمع لكن ايه اللي حاصل يجي هنا ايه اللي حاصل لا نتكلم هنا على الكلمة الواحدة بس ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بيها في النار سبعين خريفة دا ايه اللي حاصل من سخط الله في زيادة محفوظة لا يلقي لها بالا يهوي بيها في النار سبعين خريفة دي أن العرض المصان المصانبي الذي الله سبحانه وتعالى الذي جعله مصاناً انت خط فيه وعشان كده لازم نكون فاهمين والآيات كتيرة والأحاديث كتيرة في منع الناس من الخوض في أعراض الناس فلزيك إيه اللي حاصل السمع مصانة عدم صيانة السمع هيؤدي إلى فساد الحياة ولذلك إيه اللي حاصل لابد ان احنا ننتبه نعم لابد ان احنا ننتبه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس نشوف احنا شوفنا دلوقتي المصيبة في الدنيا تعال نشوف المصيبة في الآخرة في الخوض في السمع الناس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما أورج به عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراض قال لما عرج بي مرضت بقوم لهم أذفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ آه؟ في ناس بتأكل لحوم الناس ميتة وعشان كده من أخضر مهلكات اللي ممكن يسببها تشويه السمع هو أن يحصل تيقيس للناس اللي حصل لهم خطأ ويتم التشيير بيهم في ساحات التواصل الاجتماعي واحد عمل معصية بتشهروا بيه ليه؟ الناس تشهر بيه ليه؟ لغاية ما يوصل إلى درجة اليأس بعضهم على فكرة مش بيوصل لدرجة اليأس بس ده بيحس خلاص أن حصل له الوصمة فلما يحصل له الوصمة يحس أن حياته ما لقاش لازمة فتتدمر حياته فبعضهم قد يصل إلى حد الانتحار وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال لنا نكون عونا للشيطان على أخينا طب بنعمل كده ليه؟ عشان إحنا فاكرين إن إحنا لما ننفر نسمع الناس إحنا بنحافظ على سمعتنا أو إن سمعتنا أو إن يطلع عننا سمعة إن إحنا بنكره الأشياء الزميمة